الناس أو المطالبين أو المحتجين أو المعتصمين الذين الآن يعني ظهرت على السطح في صنعاء وفي مناطق سيطرة الحوثيين وينعتونهم بالحمقى يعني أنت تطالب بحقوقك هذا من الترهيب النفسي والمعنوي بحيث يكتلوا داخل الإنسان الرغبة والنية الذي لديه في المطالبة بحقوقها الأساسي والمشروعة والدستورية إذن نحن بحاجة إلى ثورة واحد في هذا الجانب نعم يجب أن يفترض على المواطن أن يفهم هذه حقوقها والدولة هي في خدمة المواطن إذا كان المبدأ الأساسي الشعب نحن نقول الدولة هل نستطيع أن ندرج الحوثيين تحت مسمى الدولة؟ لا في هذا هذا يختلف لأنها أخذوا صفة الدولة ويمارسون ممارسات الدولة ولا يقومون بواجباتها على المواطن أو لصالح المواطن لا يقومون بواجبات الدولة بواجبات الدولة ومن المعروف أن الشعب هو صاحب السلطات الثلاث إذا كان هناك خلل لا تستطيع أن توفر للموظف راتبه فهذا يعتبر فشل فشل ذريع جدا بغض النظرة سواء كنت في حرب أو في سلم حتى في الدول التي تحتل أو الإنقلابات التي تحصل أو إلى آخر السلطة الأمر الواقع ملزمة وفقا للقوانين والأعراف الدولية والمحلية أن تصرف مرتبات موظفي الدولة ترجمة نانسي قنقر